الآن مع كلمة معالي وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم دولة رئيس الوزراء كل شكر والتقدير لحضور دولتكم وبرعاية كريمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحية اللي بيولي دعم كبير جداً للرياضة والشباب منذ بداية الجمهورية الجديدة كل شكر والتقدير لزملاء معالي الوزراء والمنظومة الرياضية لجنة أولمبية التحادات الرياضية اقطاع خاص كل الحضور الكريم الزملاء في وزارة الشباب والرياضة نلتق اليوم في فتاح واحدة من أهم الشواهد والمنسبات التي تعكس المكان الرفيع التي باتت تتباوأها المنظومة الرضية المصرية فاليوم نعلن سوياً ولأول مرة في مصر والشرك الأوسط والقرى الأفريقية عن انطلاق فعالية أكبر معرض ومؤتمر رياضي عالمي يقام على أرض مصر إكسبو 2023 والذي يشارك فيه مختلف الاتحادات الرياضية وكينات الاقتصادية والمؤسسات ومثلي الصناعات والمستلزمات الرياضية ونخبة من الخبراء والمختصين والمعنيين بالرياضة المحلية والعالمية فيه سابقة هي الأولى من نوعها لنعلن بها ومن خلالها دخول الرياضة المصرية بكافة مفرداتها وعناصرها عصراً جديداً من الرياضة الإقليمية والكرية والعالمية والتمثل بمساهمتها المتنوعة رقماً معتبراً وملموساً على مستوى دعم الاقتصاد الوطني والتساهم في شتى مناخ التنمية المصرية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030 إن الأهمية البالغة التي يمثلها هذا الحدث الفريد كونيه يعكس مدى الاهتمام والدعم الذي يليه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية بكافة مفرداتها وشتى مطلباتها وهذا الاهتمام تجلت ثماره على مدى السنوات الماضية على مختلف الأصعيدة فشهدت البنية الرياضية المصرية تطوراً غير مسبوك من حيث المعصفات والجودة العالمية ومن حيث انتشارها في مختلف ربوع جمهورية إضافة إلى التنوع والتكامل في وجود الاستادات والصلاة والمدن الرياضية والأندية والملاعب وحمامات السباحة فضلاً عن التفرة التي شهدتها منظومتين الطب الرياضي ومكافحة المنشطات فأصبحت مصر تدخر بصورة شبابية ورياضية تضاهي وتفوق غيرها من دول العالم ولغة الأرقام التي لا تجذب أو تجامل أصبحت تتحدث بفخر وتتباهى عن تلك الصروة فلقد انتهينا من تطوير وإنشاء أكثر من 4050 ملعب خماسي وقانوني بمراكز شباب والأندية الرياضية وتطوير وإنشاء 12 مدينة شبابية ورياضية وإنشاء 253 مركز شباب جديداً وتطوير وإنشاء 14 استاد رياضي في مختلف المحافظات فضلاً عن 17 صالة مغطاة تم إنشاء وفق على المواصفات والتقنيات الذكية العالمية إنشاء تطوير 14 نادي رياضي وأربع عندي المتحدة العاقة و30 مركزاً للابتكار والتعلم ومنتديات ومعسكرات كشفية وحدات للطب الرياضي كما أطلقت وزارة الشباب ورياضة مؤخراً واحدة من أهم المشروعات القومية وهو المشروع القومي للمعسكرات الشبابية وجاري الانتهاء من تطوير عدد 9 معسكرات شبابية تمهيداً للإفتتاحها بالشكل اللائق بشبابنا في مدن القرش بالإسماعيلية وسفاجة بالبحر الأحمر ورأس السدر والطور ونوبع بجنوب سيناء ورشيد بالبحيرة وجمس بالدقالية والعقاد بأسوان والكارنتينة بمحافظة السويس وقد بلغت الاستثمارات الإنشائية لوزارة الشباب والرياضة 21 مليار و500 مليون جنيه تمثل إضافة للبنية الأساسية للمنشآت الشبابية والرياضية بالإضافة لإنشاء وتطوير 148 حمام سباحة بالمنشآت التابعة للوزارة كما شرفت الدولة المصرية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة مبادرة العصر وجر الانتهاء من إنشاء 266 مركز شباب وتطوير 773 مركز شباب آخر بالمرحلة الأولى بالمبادرة وأسسنا نظام اقتصادي جديد تحت مسمى الطرح الاستثماري تم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص بنظام التريبل بي ونظام البيو تي وأيضا تعاوننا مع جهاز الرقابة الإدارية ووزارة المالية ووزارة التخطيط وستطعنا وستطعت الوزارة من خلال القيام بتنفيذ عدد 984 مشروع إنشائي لتطوير مراكز الشباب والأندية الرياضية وحققت عادياً استثمارياً لتلك المشروعات خلال أربع سنوات فقط ومنذ انطلاق المشروع في عام أواخر 2018 هي بلغ حجم الاستثمارات الإجمالي للتعاون مع قطاع الخاص في مراكز الشباب وفي الأندية بتطبيق هذا النظام في أربع سنوات 8 مليار وستة من عشرة جنيه منها 2 مليار وسبعة من عشرة لمراكز الشباب قطاع خاص دخل بنظام البيو تي استثمار وإنشاء وإدارة بعوائد انتفاع لعدد سنوات بمصدرة تتوافق مع قيمة الاستثمار 2.7 مليار جنيه للمشروعات المنافذة بمراكز الشباب والمتبقي للأندية الرياضية التي هي 8 مليار ونتيجة للإنجاز الغير مسبوك في إنشاء وتطوير البنية التحتية المنشآت الشبابية الرضية فقد تحولت مصر لقبلة ومركز دولي لإصدافة الأحداث والبطولات الرضية على المستوى الدولي والكاري وقد نجحت مصر في إصدافة تنظيم أكثر من 291 في الحقيقة شغال دلوقتي كاس العلم للرماية في المدينة الأولمبية وأيضا بطولة مصر الدولية والبطولة العربية الفولي يعني إحنا وصلنا البرامتر 294 بطولة دولية رسمية مصر تصدفها وأكبر دولة على مستوى العالم منذ فترة الكوفيد لإصدافة الأحداث الرياضية وده حقق لنا نسبة مشاهدة لمصر من خلال تلك الأحداث فقط الاثنين مليار مشاهدة وعملت ليالي سياحية أكثر من اثنين مليون ليلة سياحية ودي عوائد غير مباشرة لصدافة هذه الأحداث كمان أبرز ما إصدافته مصر بطولة العلم 27 لكورت اليد وكأس الأم الأفريقية لكورت القدم 2019 وبطولة كأس الأم الأفريقية لكورت القدم تحت 23 سنة وبطولات العلم في الخمس الحديث والسلاح والرماية والكاراتي والدرجات فضلا عن اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة النشطات المنشطات والاة لأول مرة تخرج وتجتمع حياة في المنطقة كان الاجتماع بإصدافة جمهورية مصر العربية وآخرها ما نحن بصدده الآن من إصدافة منافسات بطولة كأس الأم الأفريقية لكورت القدم تحت 20 سنة والمؤهلة لكأس الأم الأفريقية لكورت القدم تحت 20 سنة والمؤهلة لكأس الأعلم بوضل القاهرة والسكندرية والسماعيلية وقد اعتبرت مصر الدولة الوحيدة في العالم التي استأنفت النشاط الرياضي وأعادته إلى الحياة الرياضية العالمية بعد توقف بسبب انتشار كوفيد-19 بفضل الإعجاز والابتكار المصري الذي شاهده العالم تطبيقه الأول مرة في بطولة العالم الكرت اليد وهو ابتكار مصري تعاوناً مع وزارة الصحة وشباب الأطباء بنظام الفقاعة الصحية ونجحت وزارة الشباب والرياضة في تأسيس نظام الجديد للرعاية ودعم أبطالنا الرياضيين في مختلف اللعبات تحت مسمى الرعاية الخاصة بالأبطال بالشراكة أيضاً مع كبرى المؤسسات الاقتصادية وكانات المصرفية وشركات القطاع الخاصة والأمر الذي هي المناخ أمام أبطالنا في العديد من اللعبات خلال السنوات الأخيرة لتحقيق إنجازات عالمية وقرية غير مسبوقة في جميع المنافسات وتحقيق المراكز المتقدمة والحصول على الميداليات المتنوعة في البطولات التي خضتها الفرق المصرية وجمعية على المستوى الدولي وفي قارة أفريقيا فضلاً عن تمتع العديد من أبطالنا بصدارة التصنيف العالمي للعديد من اللعبات الأولمبية وغير الأولمبية يعني فندم إحنا عمليين شعار الحية اهتمامنا واهتمام المزاج العام لكرة القدم وبنتطورها ومشينا على تطويرها وده هياخد وقت الحية بعمل منظومة الاحتراف من خلال دور المحترفين في كرة القدم وفصل الاتحاد المصر لكرة القدم فقط للتطوير ده هياخد وقت خلال الفترة وحوكمة نظام الكرة عشان كده عن كسب بنقول الرياضة المصرية مش كرة قدم وبس بالرغم من أهميتها بنقوله بس لكن مصر في تطوير الألعاب الفردية والألعاب نسينا الألعاب الشهيدة وعملنا مشروعات قومية لتلك الألعاب أصبح أبطال مصر مصنفين عالمياً في معظم الألعاب أصبح قيادات الاتحادات الرئيضية أعضاء في الاتحادات الدولية وده كنا بنعاني ندرة من دخول أو وصول للاتحادات الدولية الحقيقة وده هيظهر بشكل جالي يمكن في 2028 الأولمبياد و2024 بشكل تنفسي في زيارة رئيس اللجنة الأولمبياد الدولية قال مصر قدرت وده شيء عجيب قدرت أنها تضاعف مدلياتها من 2016 تلات مدليات لتوكيو 2021 ست مدليات هتعملوا إيه بعد كده؟ في الحقيقة إحنا رصدين ومخططين في باريس إن شاء الله مع لجنة الأولمبياد والاتحادات يعني فيه مستهدف 10 مدليات لكن 2028 مع ظهور المشروع القومي اللي بنخطط له وهيكون لنا شأن آخر واستكمالاً لهذا السباق الذي لم ولن يتوقف ومهتم الدولة بناء تطوير المنشآت كان هناك سباق بناء الإنسان المصر وتأهيل شباب وفتيات الوطن وتنمية قدرته من خلال ألاف من البرامج والأنشطة الحقيقة إحنا قدرنا نعمل خلال الفترة السابقة مع الجمهورية الجديدة 5700 واثنين برنامج متنوع تحت توفير 130 مليون مشاركة للنشء والشباب في شتى الأنشطة الشبابية والرياضية إحنا كمان بنطلب تدشين الاستراتيجيات المطلوبة لأن إحنا قمنا مع الحياة كينات علمية وكينات اقتصادية بعمل استراتيجية وطنية للرياضة وأيضا عملنا استراتيجية وطنية للشباب الحياة عادنا سنتين نطبق على كل منظومة مصرية وعينات مختلفة عندنا دلوقتي استراتيجية وطنية للشباب وعندنا استراتيجية وطنية للرياضة والاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة حياة استقناها من برنامج عمل حكومي واستقناها من برامج أهداف مستهدفات التنمية المستدامة 11 مستهدف خدناهم من أهداف التنمية المستدامة وخمس مستهدفات من برنامج الحكومة خرجنا ب13 مستهدف الحياة لتطوير واستراتيجية الرياضة والشباب المصري وده يمكن النهاردة بنستثمر هذا الملطقة لتدشين الاستراتيجين بشكل رسمي الاستراتيجية الوطنية للشباب والاستراتيجية الوطنية للرياضة كما تجلت ثمار دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية في نتائج غير المسبوقة التي حققها أبطالنا الرياضين خلال مشاركاتهم في مختلف المناسبات القرية والدولية والأولمبية والبارا اليمبية أن تنظيم الدولة المصرية والصدفات لفعاليات المعرض الدولي سبورتس إكسبو يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع مصريين في غاية الأهمية يمثل أول هما الحالة الفريدة التي أصبحت عليها منظوماتنا الرياضية ورياداتها العالمية بينما يتمثل المثار الثاني في المشروع الذي أطلقته الوزارة أيضاً قبل منافسات دورة الألعاب الأولمبية توكيو 2020 من خلال الربط بين القطاع الخاص من شركات ومؤسسات ورجال المال والأعمال وتعظيم مساهمتها في تحقيق إضافة حقيقية لمتطلبات النهضة وتطوير الشامل وبرامج الرعاية بالأبطال والبطالات الرعاية وتهيئة أجواء النجاح لهم فيما أسميناه بحضانات صناعة الأبطال من خلال توفير الإعداد الجايل لهم دون تكبت الدولة المصرية أعباء مالية حقيقة كمان عملنا ربط إلكتروني مع مجلس الوزاراء مشروع متكامل وأيضاً وزارة الإتصالات إحنا وصلنا أكتر من 90% ربط جميع المنشآت الرعاية مالياً وإدارياً حقيقة ببرنامج واعي جداً إن شاء الله وهنطلقه بالشكل القريب وختاماً لا يسعني في ختام كلمتي إلا أن أتقدم بخالي الشكر والتقدير لكل من ساهم وشارك معنا في مختلف المؤسسات الاقتصادية والرياضية ورجال الأعمال في فعاليات هذا المعرض وجعله واقعاً ملموساً وإضافة لمنجزات الدولة المصرية وكل الشكر والتقدير لسيداتكم مرة أخرى دعين المولى عز وجل أن يسدد على طريق الخير خطى الدولة المصرية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته